اشتركوا في القناة اللغة اللي هما بيتكلموا بيها علشان كده هنبدأ من الاول خالص هنبدأ ناخد مع بعضنا الرموز والمصطلحات الكهربية اللي بتبقى موجودة معايا في الدوائر الكهربية وبعد كده نبدأ نركب الرموز دي مع بعضها ونحطها في دايرة كهربية سواء كانت دوائر الانوارة او الدوائر الاخرى ثم بعد ذلك نبدأ حضرات نشتغل ونطلع الكلام ده ونشوفه ازاي ننفذه على المخاططات بتاعنا هنشوف مع بعضنا في الاول خالص الرموز والمصطلحات هنبدأ نعمل زي جدول بسيط كده في الجدول بتاعي حضراتكم هتلاحظوا ان انا عندي هنا المسمى والرمز الخطي والرمز التنفيذي بالنسبة للمسمى ده الاسم اللي احنا المفروض نكون عارفينه اما بالنسبة للرمز الخطي هو ده الرمز اللي موجود في الدارة الخطية والرمز التنفيذي اللي احنا المفروض نحوله او نرسمه بتريده نبدأ باول حاجة بشكل الطيار المستمر شكل الطيار المستمر عامل ازاي عبارة عن خط مستقيم الخط اللي موجود قدام حضراتكم ده ممكن يكون خط واحد او يعمل عليه شرطة ميلة ويحطيلي عدد يبقى عايز يقولي ان هو اكتر من خطين مثلا وليكن اللي هو البي بالان يبقى الطيار المستمر موجود في الدارة الخطية كرمز عبارة عن خط مستقيم طيب نلفزه ازاي في الدارة التنفيذية زي ما قلت لحضرتك لو مثلا على سبيل المثال هو كان حابب ان هو يخليك تتعامل وترسم خطين اللي هما البي والان البي اللي هو البوزيتف يعني الموجب والان اللي هو النيجاتيف اللي هو السالب يبقى انه ينفع ان انا احط اول حرف من الكلمة بالانجليش او ينفع ان انا احط الرمز اللي هو علامة الموجب وعلامة السالب دايما وابدا بيكون الطيار المستمر عبارة عن طرفين اللي هما الموجب والسالب يعني على سبيل المثال عندنا البطارية اللي موجودة في الرمود او اللي احنا بنتستخدمها عندنا في البيت هتلاقي دايما فيها موجة بوسالب وبالتالي دايما احنا متعودين على ان الطيار المستمرة بيكون عبارة عن طرفين اتنين فقط تمام رقم اتنين اسمه الطيار المتغير هتلاحظوا حضراتكم في كلمة الطيار المتغير انه هو يواغد شكل الموجة الجيبية ده دايما الرمز الخطي او الرمز اللي هيبقى موجود دائما في الدوائر الخطي مجرد ما شوف الرمز ده موجود جوه مولد او جوه محرك فهعرف انه بيقول لي ان الالة دي الة طيار متردد او الة طيار متغير طيب نلفزها ازاي في الدائرة التنفيذية هو هنا هيقول لي هيعمل خط ويقول لي عليه انه هما اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة ممكن يوصل العدد عندي لخمس خطوط تمام لو خطين اتنين بس هيكون واجه واحد 220 اللي هو الليون والنيوترال طيب لو تلاتة ممكن يكون واجه واحد ومعاهم خط الحماية اللي احنا بنسميه الام بي او البي اي طيب لو كان اكتر من كده ممكن يكون اربعة او ممكن يكون خمسة وفي الحالة دي احنا بنقول ان احنا هنا هنضيف على الشبكة بتاعتنا نقطة التعادل بتاعة النجمة اللي هي النيوترال مع الثلاث خطوط بتوعي اللي احنا بنشتغل عليه في الاول خالص عايزين نقول مع بعضينا ان الكهرابة اللي احنا بنشتغل بيها او اللي احنا بنشتغل عليها بتنقسم الى جزئين فيه كهرابة عندنا اللي هي في المنازل اللي بتستغلن في الانارة ودي بيكون عبارة عن جهدها متين وعشرين فولتر يعني لين ونيوترال تمام? وفيه كهرابة تانية اللي هي بتاعة المصانع او بتاعة الاحمال العالية ودي بيسموها سري فيس او تلت اوجه ودي بيكون عبارة عن تلت لينات اللي هو لين واحد و لين اتنين و لين تلاتة او ممكن نسميهم الار والاس والتي الاتنين او المسميات عندي بالنسبة لي الاتنين يمشوا معايا بكتب اي اسم انا عايزه او اي مسمى انا عايزه الا ازا هو فرض عليها اسمه معين في الدايرة الخطية بتاعتي بمعنى ايه? بمعنى انه في الدايرة الخطية لو قال لي لين واحد لين اتنين لين تلاتة فاوكي تمام انا برسم وببدأ اكتب عليه هذه الرموز الرموز دي انا هغيرها لا ما هغيرهاش انا هلتزم باللي قالهولي في الدايرة الخطية دايما وابدا عايزين نتفق انه في الدايرة الخطية هو بيطلب منك حاجة وانت بتنفذها له علشان كده بلاش تتعدل اللي هو قاله في الدايرة الخطية الدايرة الخطية بالنسبة لك هي السؤال وانت هتجاوب عليها بانك انت تتحولها من خطي الى تنفيذ تمام كده? نرجع نكمل تاني لو انا مسلا عندي دايرة زي ما كنت بقول لحضراتكم متكونة من تلات خطوط تلات مواصلات او تلات اسلاك زي ما حضراتكم ملاحظين معايا شايفين اه عبارة عن خط اهو والخط ده عليه التلات شرط ميلين معناها ان انا هنا بقوله ان ده عبارة عن خط عليه اه تلات مواصلات طيب ننفذه ازاي عادي جدا هرسم تلات خطوط والتلات خطوط بتوعي بيكونوا بيبدأوا مع بعض وبينتهوا مع بعضيهم لازم ان يكون الشغل والتنسيق بتاعي اه واضح جدا معايا لان الرسم الفني كلنا بنعرف نرسم لكن مش كلنا بنرسم الرسم شكلها كويس علشان كده اللي بيفرقك عن زميلك وهو ياخد درجة اعلك بالرغم ان انتو الاتنين حالين صح هو شكل الرسمة بتاعتي تمام? طيب بعد كده ايه ده بقى؟ ده اسمه المصهر ايه هو المصهر ده؟ بيسموه الفيوز برضو معرفتوش الفيوز او المصهر موجود بيبقى موجود دايما للحماية ووظفته هنا موجودة انه لما الطيار يزيد بسبب اي مشكلة في الدائرة بتاعتي هو بيبقى جواه شعيرات دقيقة شعيرات دي بتبدأ تسيح وبالتالي بيفصل ما بقاش موجود دلوقتي؟ اه ما بقاش موجود دلوقتي بقى موجود بديل عنه عندنا في المنازل يدخل ويجي فاصل ونحل المشكلة بتاعتنا ثم هنرجع مرة تانية طيب في الدائرة التنفيذية نفس الرمز بالزبط اللي هو المستطيل اللي جواه خط مايل وبالتالي هنا بنقول ان الرمز بتاعي الخطي هو التنفيذي ولكن هنا بيذكر لي العدد بتاعي طيب نخش بعد كده على حاجة اسمها المصباح اللمبة العادية بتاعتي وهنا هنفرق ما بين اللمبة العادية وما بين اللمبة الفلوروسينت او اللمبة النيون رمز اللمبة العادية بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن دايرة جواها x وده معناها ان ده الرمز الخطي بتاعي وخلي بالكو هيبقى هو نفسه الرمز التنفيذي لكن في الرمز التنفيذي انا بخرج الطرفين اللي انا بوصل عليهم تمام يبقى المصباح الكهرافي ده اللي انت تقصد به ايه تقصد به المصباح العادي اه هو ده بالنسبة لي المصباح العادي بتاعي طيب نكمل كلامنا رقم اتنين هنخش بقى على المفاتيح المفاتيح عندي هنا اربع انواع ابدأ بالمفرد والمفرد زي ما حضراتكم شايفين معايا عبارة عن دايرة وفيها ريشة واحدة وفي الحالة دي برسمه في الدايرة التنفيذية عبارة عن نقطتين والضرار بتاعي او الضغط بتاعي لانا برسمه معايا بصوا حضرات خلينا نكون متفقين على ان احنا في الرمز الخطي هنعمل حاجة مهمة جدا هنقوله ان الرمز الخطي بالنسبة لي الدايرة عبارة عن مفتاح لو ريشة واحدة يبقى دا مفرد لو ريشتين يبقى مجوز لو ريشة واحدة تانية عكسها يبقى سلم لو اربع ريش يبقى اسمه مفتاح تصعب اذا هنا الرمز بتاعي اللي انتوا حضراتكم شايفينه الريش هنا بتعبر على نوع المفتاح بتاعي قلنا لو ريشة واحدة بس بقى اسمه مفرد لو اصبح ريشتين من فوق اسمه مجوز لكن لو ريشة والتانية عكسها اسم مفتاح سلم او مفتاح طرف ولكن لو الاربع ريش موجودين عندي بنسميه احنا هنا مفتاح ايه بنسميه مفتاح تصالب احنا نرسمه ازاي برضو علشان دي نقطة من النقطة المهمة اللي بتقابلنا او بتقابلنا فيها مشكلة مبدئيا احنا بنقول احنا بنعمل دايرة فوق ودايرة تحت وهنا لحظوا حضراتكم ان الدايرتين مفتوحين شكلهم ابيض بمعنى صح وعندي الريشة بتاعت المفتاح بتاعي وبعد كده لان دا مفتاح مش ضاغط فبعمل ايه بصوا معايا كده ها بامشي كده واعمل علامة السبعة كويس وبعد كده امشي وحط حرف تي في الاخر يبقى دا كده بيمثل الريشة بتاعتي اللي انا عندي في البيت اللي انا بضغط عليها يديني صفر او واحد اللي هو ايه الان والاف اللي هو اللمبة تشتغل او اللمبة تفصل يبقى دا الشكل او الرمز بتاعي بتاع المفتاح بتاعي لو كان المفتاح مفرد طيب لو كان المفتاح مجوز يعني دا حضرتك الرمز دا بتاع المفتاح المفرد اه اللي هو دا كده مفتاح وليه ريشة واحدة بس طيب لو كان المفتاح مجوز هيكون الرمز بتاعه بالشكل دا كده الرشتين موجودين عندي من فوق كويس لكن بما انه هو مجوز بما انه مجوز فالراجل دا بيقول انه هو عبارة عن اتنين من المفتاح المفرد ازاي؟ يعني هعمل مفتاح مفرد خاص بنفسه كويس وبرضو ليه ضاغط او ليه ضرار اسف ومفتاح كمان برضو ليه الزرار بتاعه كويس خلي بالك ان الاتنين مستقلين عن بعضيهم لكن دايما انا بعمل ايه؟ بقفل النقطتين دول على بعضيهم كده باخد منهم طرف واحد بس يبقى الداخل بتاع المفتاحين بظل الواحدة بظللها اهو ودي بتبقى مفتوحة ودي اللي انا بوصل عليها المفتاح الثالث اسمه ايه؟ اسمه مفتاح طرف وفيه ناس بتسموه مفتاح سلم شايفين الريشتين عكس بعضهم الريشتين هنا عكس بعضه معناها ايه؟ معناها ان ده مفتاح طرف سلم طب بنرسمه ازاي؟ بيكون عبارة عن ثلاث نقاط كم نقطة يا شباب؟ ثلاث نقاط احسنته الثلاث نقاط دول دايما وابدا الريشة بتاعتي بتكون ملمسة على واحدة من الاتنين اللي فوق يعني ما ينفعش اسبها في الهوى كده ما ينفعش اسبها زي المفرد مثلا او زي المجوز لازم ان تكون الريشة بتاعت ايه؟ لازم ان تكون الريشة زي ما تحرقكم شايفين كده ملمسة على نقطة من الاتنين دول ليه مستر؟ لان في الاخر المفتاح بيلمس او بيرايح على واحدة فيهم لازم ان بيكون موصل مع واحدة ومفصول من التانين لكن لان هو مفتاح فشكل الزرار نفسه او شكل المفتاح نفسه واحد اللي هو الشكل اللي احنا متعارف عليه اللي احنا متعاودين عليه دايما كل مرة تمام؟ طيب المفتاح الرابع والاخير اسمه مفتاح ايه؟ اسمه مفتاح تصالب اربع ريش قادي اتنين وقادي اربع الاربع ريش زي ما انتم حضراتكم شايفين بيمثلوا مفتاح التصالب بتاعي ممكن حد هنا يسألني يقول لي رسمته وشكلها صعب شوية في الكتاب تمام؟ عايزين نعرفها بطريقة سهلة شفت المفتاح المجوز ده؟ شايفو؟ عايزين نرسل مفتاح مجوز زي والزبط تعرف؟ اه اعرف ما فيش مشكلة سهلة خالص اهو ادي واحد ادي اتنين وقادي نقطة ادي اتنين وقادي الريشة بتاعتي وقادي الريشة بتاعتي صح كده؟ اهو نفس المفتاح بالزبط بس هنا المفتاح ده ليه كم زرار ها؟ ليه اتنين؟ كل واحد فيهم مستقل بنفسه لكن هنا هعمل حركة كويسة خالص هخلي الريشتين دول بيتحكم فيهم مفتاح واحد. تقصد تقول ايه يا مستر؟ اقصد اقول لحضرتك ان الريشة اللي موجودة قدامك دي كده هتبقى بالنسبة لك هي اللي زهرة برا برا العلبة بتاعتك عبارة عن مفتاح واحد بس هضغط عليه هيغير وضع النقاط اللي موجودة قدام حضرتكم الاتنين دول. طيب الوضع ده كده خلاص انت كده خلصت؟ لا طبعا ما هو عشان هو تصالب ففيه نقطتين كمان زيادة. بحط انا اتنين هنا فوق زيادة. يبقى اصبح فوق اربعة وتحت اتنين يبقى كده كان نقطة ست نقاط. طيب الست نقاط بنسيبهم مفتوحين؟ لا طبعا بنقفل الاتنين دول مع بعض كده اصبحوا الاتنين اللي جم اكنهم نقطة واحدة بس. وبيخد الاتنين اللي برا مع بعديهم برضو اكنهم نقطة واحدة بس. يبقى انا هنا عندي ها لاحظين معايا ظللت واحدة ويسيبت التانية مفتوحة. ليه؟ لان انا لما هوصل مجرد ما وصلت على النقطة دي كده هتلاحظوا حضراتكم معايا ان الطيار هيمروا في قبل ما اتحرك من هنا انا حاسس ان حد فيكم بيسأني بيقول لي النقطة الصامرة دي او النقطة المزلالة دي ايه الفرق ما بينها وما بين النقطة البيضة بتاعتك او النقطة اللي مش مزلالة النقطة الغير مزلالة دي بنسميها احنا اتصال مؤقت يعني ايه يا مستر اتصال مؤقت معناها ان انا هنا بتكلم عن نقطة موجودة في مفتاح عبارة عن مصمار اقدر بالمفك بتاعي افك المصمار واركب السلك وبالتالي اقدر اعمل العملية دي مئات المرات ما عنديش مشكلة اطلاق تمام عشان كده دايما هتلاحظة ان النقاط المفاتيح بتكون نقاط مفتوحة او نقاط مش مزلالة طيب لو كانت الدايرة بتاعتي مزلالة كده سودة كده ده معناته ايه ده بنسميه احنا اتصال دائم اه ايه اتصال دائم ده بنشوفه فين ده بيحصل في البواط اللي عندنا في البيت عارفين حضرتكم البواطل اللي في البيت اللي بيجمعوا فيه الاسلاك اللي بيحصل فيك الاتي انه هما بيجمعوا الاسلاك كلها فبيلحم الاسلاك في بعضيها وبالتالي عشان يلحم الاسلاك دي ببعضيها وتظهر معانا بيبدأ هو يقول ان اتصال ده دائم لانه ما بيتفكش الا اذا لقدر الله حصلت مشكلة في البيت وهنغير من مقرد اثنين التواصلات بتاعتي لكن في الحالة العادية الكلام ده ما بيحصلش معنا تمام كده يا شباب طيب الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده واللي احنا لا سمناه وعرفنا ازاي دل سمع بعضينا عايزين نشوف هنا في الكتاب بيقوله ازاي احنا هنا قلنا ان انا عندي ادي المفتاح المجوز زي ما قلت لك الرشتين الرشتين مكانهم من فوق وفي الدائرة التنفيذية بتاعتي لما اجي انافزه عبارة عن اتنين مفتاح مفرد جنب بعضيهم المفتاحين مفرد اللي جنب بعض زي ما انتم شايفين بعمل ما بينهم كبري من تحت يعني بقفل النقطين على بعض وظل الواحدة فيهم وبسيب التانية مفتوح المفتاح اللي بعد كده اسمه مفتاح سلم وفي ناس ثانية بتسميه مفتاح طرف واحنا بننفذ الدوار الكهربية هنعرف الاسماء دي خدوها ليه او السبب اللي هم خدوا الاسماء دي علشان خطرها تمام في الدائرة التنفيذية عبارة عن ايه اهو نقطتين من فوق ونقطة واحدة بس من تحت اللي عليها ريشة ودايما وابدا الريشة بتاعتي بتلمس نقطة من النقطتين اللي الموجودين معايا في الاخر هي ريشة واحدة بس اللي خارج عندك اللي انت بتتحكم فيها يعني اللي انت بتعملها اون وقف اخر مفتاح دا يرى فيها اربع ريش الاربع ريش دولة حضرات اللي انتم شايفينهم قدامكم همثلهم عبارة عن مفتاح مجوز وهزود نقطتين كمان من فوق يبقى بدل ما هو اربع نقاط هيكون عبارة عن ست نقاط الستة عبارة عن يتوصلوا ازاي الاتنين اللي جوة بعمل ما بينهم كبري مع بعضيهم فيصبحوا نقطة واحدة بالنسبالي والاتنين اللي من برا بعمل برضو ما بينهم كبري علشان يبقى نقطة واحدة بالنسبالي فاصبح عندي طرفين اتنين بس فوق هوصل عليهم وطرفين الاتنين تحته بس هم اللي انا هوصل عليهم تمام يبقى هيخرج معايا من مفتاح التصالب كم طرف يا شباب اربع اطراف فقط لا غير تمام نروح بقى مع بعضينا على حاجات تانية زي الضاغط بتاع الجرس الضاغط ده في الدائرة الخطية هتلاقوا انه هو عبارة عن دائرة ايه دائرة جوة دائرة تمام هننفزه زي في الدائرة التنفيذية نفس الشكل بتاع المفتاح المفرد بالضبط لكن الفرق هنا ان لو انا قلت ان ده ضاغط الجرس اللي هو دائرة وجواها دائرة صغيرة ده الرمز بتاع ضاغط الجرس لما اجي نفز الكلام ده وحوله الى تنفيذي هيبقى عندي المقططين البتوعي اللي انا بوصل عليهم الاسلاك وهيبقى عندي الريشة بتاعتي لكن هنا بصوا كده ها هيبقى عندي ده عمل ده حرف الاي ليه لان ده بيشتغل بالضغط اضغط عليه كده يلمس ولو شلت ايدي يرجع يفصل مرة تانية تمام اسمه ضاغط ليه لانه ما بيشتغلش غير لما انا اكون ضاغط عليه لكن لو شلت ايدي من عليه مش هيشتغل ومش هيمرر الطيار الكعرابي في الدائرة عكس المفتاح ده بقى المفتاح لو ضغط عليه واحد يفضل شغال لحد ما انت تضغط عليه مرة تانية ويرجع للصفر او يرجع يفصل مرة تانية تمام يبقى لازم نفرق ما بين شكل ورمز المفتاح وشكل ورمز ضاغط الجرز بتاعي تمام طيب نرجع نكامل تاني ونشوف عندي كمان المخبص او البريزة اللي احنا بنركب فيها الفيشة بتاعة الاجهزة الكهربية اللي عندنا بنسميها مخبص او بنسميها بريزة تمام شكلها عبارة عن خط ونص دايرة من تحت في الدائرة التنفيذية نفس النص دايرة ولكن هنا بتكون مقررة كم مرة تلت مرات تمام في مرة هنكررها تلت مرات وده لو كان فيه تقريض اما لو ما كانش فيه تقريض فهيكون عبارة عن مرتين اتنين فقط نخش بقى احنا كده خلصنا المفاتيح وخلصنا الضاغ بتاع الجرز خلصنا البريزة ندخل معاكم على اللامبة اللامبة النيون بنشتغل عليها الزامنة طبعا يمكن دلوقتي معظم الناس بيبقى عندها اللامبة دي بتبقى الكتروني لكن احنا بنرشح الشكل التقليدي اللي بدأ معانا والشكل دا زي ما حضراتكم شايفين بيكون عبارة عن الات هي اولا بالنسبة لي كرمز عبارة عن الشكل اللي موجود قدامكم دا اما بالنسبة للشكل التنفيذي بتاعي هتلاحظوا حضراتكم معايا هنا لو تاخدوا بالكم ان هنا عندي اللامبة نفسها اربع اطراف خارج منها اربع اطراف اتنين في الناحية دي واتنين في الناحية التانية يبقى كده كام اربعة ليسوا دا مين بقى دا بنسميه احنا ملف خانق دا الملف اللي بيخنق الطيار اللي داخل اللامبة بتاعتي طيب دا الشكل دا عبارة عن ايه دا بيسموه استيتر او بيسموه بادئ اضاءة طيب الاستيتر دا حضرتك موصله من تحت يعني واغد نقطة من هنا واغد نقطة من الناحية التانية وصلت عليها الاستيتر او بادئ الاضاءة اه حصل طيب اوصله من تحت ولا اوصله من فوق ما يفرقش معي على فكرة المهم عندي انك تاخد الطرف من كل ناحية فيه تمام طيب نكمل كلامنا ونشوف الجرز الكهرابي شكله يعمل ازاي الجرز الكهرابي بتاعي الجرز عبارة عن نص دايرة ورمزه في الدايرة الخطية هو رمزه في الدايرة التنفيذي تمام طيب نعمل ايه الفرق الوحيد ما بين الخطي والتنفيذي ان هنا بقول ان الجرز في الدايرة الخطية خط وعليه عدده لكن في الدايرة التنفيذية بيمثل هنا عدد الايه عدد الخطوط بتاعتي وليكن مسلا على سبيل المسال ان هما خطين لان دايما عندي الجرز بيكون عبارة عن خطين اتنين فقط تمام هنا نعمل ستوب شوية ونقول مع بعضينا ان احنا دلوقتي درسنا كل المفاتيح الكهربية سواء كانت المفرد سواء كانت المجوز او مفتاح السلم او مفتاح التصالب درسنا ايه كمان درسنا درسنا ضغط الجرز درسنا ايه كمان درسنا البريزة ودي الحاجات اللي احنا بنحطها عندنا في الحيطة يعني انت لو جيت في القوضة بتاعتك وبسيط هتلاقي عندك حاجة من اللي انا بقولهم دول دي الحاجات اللي موجودة معاك اللي انت بتشتغل عليها تمام طيب خدنا بعد كده المصباحين خدنا المصباح العادي المصباح الكهرابي وخدنا بعد كده المصباح التاني اللي هو كان اسمه الفلوروسينت او الفلوروسينت فرقنا ما بين الاتنين قلت ان المصباح العادي بيكون ليه طرفين اتنين بس لكن المصباح الفلوروسينت بيكون ليه كم طرف اربع اطراف مع بعضين دلوقتي هنرسم شكل اللمبة الفلوروسينت علشان في ناس بتقول انا مش بعرف هرسمها كل اللي احنا هنعمله هنمشي بشويش خالص وهنقول ازا جاء في الدايرة الخطية وقال لي ان ده كده رمز اللمبة بتاعتي شايفين ازاي وجواها حرف الاكس ويقول لي اني طالع منها آآ خطين تمام طيب انا هنفزها ازاي تنفيذيا احاولها ازاي نفس الرمز ده بالضبط اهو تمام وهنا عندي الطرفين بتوعي عندي طالع من هنا طرف ايه ايه دي الطرف التاني يبقى الناحية دي طالع منها كم طرف اتنين نفس الكلام هنا برضو ايه ايه دي طرفين يبقى كده كان اربعة اتنين هنا واتنين هنا عندي عنصرين العنصر الاولاني سميته ايه يا شباب سميته بادئ الاضاءة او الاستيتر الراجل ده اللي هو بيساعد اللمبة ان هي تقوم وتشتغل معي ده الرمز بتاعه ياخد الطرف ده وياخد الطرف ده كويس يبقى انا خلاص من مين خلاص من حاجة اسمها بادئ الاضاءة اسمه على مسمى يعني ايه اسمه على مسمى يعني الراجل ده هو اللي بيخلي اللمبة بتاعتنا تبدأ في عملية تشغيل لان دي اسلاك كهرباء يا شباب فخلي بالكوا السلك ده انا مؤخد واتنيه تمام الفه بمعنى اصح ودخله على الملف الخانق بتاعي وطبعا بابدأ ازلل لكن بنأكد دايما لما يكون عندنا ملفات هتتزلل ما بنزللش الملفات بتاعتي الا لما انخلص الرسم خالص يخرج معاك كم طرفين ادي طرفين ادي طرف وادي الطرف التاني علشان نميز الملف الخانق بنعمل قدامه خطين كده عشان نقول ان ده رمز الملف الخانق بتاعي يبقى مجرد ما حضرتك شفت الرمز ده كده قدامك مجرد ما شفته انت حولت الكلام ده من خطي الى تنفيذ تمام يبقى ده المصباح الفلوروسينت طيب المصباح العادي عامل ازاي المصباح العادي شكله مختلف بقى ازاي دايرة في الرمز الخطي جواها حرف الاكس هي هيها برضو دايرة في الرمز التنفيذي جواها حرف الاكس ولكن هنا بيكون خارج عندي كم طرف خارج عندي طرفين اللي انا هوصل ما بينهم خلي بالكم للي ركز معايا هيقول لي ماها برضو الفلوروسينت في الاخر طلع منها طرفين اتنين فقط صح برافو عليك لان هي في الاخر وجه واحد يعني تتشغل على متين وعشرين هتأغض الطرفين لكن الطرفين دول حضرتك خرجتهم بعد ما عملت التوصيلات الداخلية بتاعت اللمبا يعني بعد ما اضفت بدل الاضاءة وبعد ما اضفت الملف الخاني بتاعك وفي الحالة دي قدرت انت حضرتك تحصل على الطرفين بتوعك اللي انت هتوصل عليهم لكن في اللمبا العادية او من الصباح العادي بيكونوا طرفين موجودين اصلا جاهزين في الدواية او في اللمبا بتاعتي مش محتاجين ان انا ابص عليهم او ان انا اتعامل عليهم. تمام? يبقى احنا كده تعلمنا مع بعض ازاي نرسم اللمبا وازاي نحط المكونات بتاعتها علشان نقدر نتعامل ونقدر نوصلها بسهولة. تمام? هنرجع تاني نبص على شغلنا ونقول ان فيه كمان عناصر اخرى زي مين? زي القفل الكهرابي. القفل الكهرابي ده يا شباب بيحطوه في الابواب واللي يكون مسلا باب العمارة او باب فيلا وليها صور ومكان بعيد. وبالتالي بدل ما انا همشي المسافة كلها لحد الباب او انزل السلم مسلا عشان نفتح الباب. لا احنا هنركب افل الباب ولكن الافل ده هيكون افل كهرابي. تمام? الافل الكهرابي ده يا شباب احنا بنضغط على الضغط يمرر له طيار يجي فتح الباب وبالتالي وفر لك مجهود انك انت تنزل من الادوار العليا عشان تفتح الباب وتدخل الناس اللي انت حابب ان انت تدخل. تمام? طيب رمز عامل ازاي في الدارة الخطية مستطيل واخره مسلس شايفين حضراتكم اهو. ادي المستطيل بتاعي اهو واخره المسلس. ودايما بيجي هنا خط ويقولك عليه انهم عليهم طرفين. طيب تنفيزيا ننفيزه ازاي? ازاي كان انا ننفيزه تنفيزيا? عادي جدا. نفس الرمز بتاعي. ولكن هتلاحظوا هنا حضراتكم انهم الطرفين بتوعي. ظهروا معي اهم. ادي الطرف الاولاني وادي الطرف التاني. ازا هنا احنا بنتكلم على ان الرمز بتاع القفل الكهرابي في الخطي هو التنفيزي. ولكن اختلفت عندي عدد الاسلاك بتاعتي. طيب الدايلة كلها اللي انت بتنفيزها دي هتجمعها في. ودا من الاسئلة المهمة جدا اللي انت عايز تشتغل بيها او اللي انت عايز او حابب انك تشتغل عليها. الدايلة دي علشان اشتغل عليها او انفزها بطريقة كويسة. لازم ان انا انفزها صح. طيب اتنفزها صح ازاي? لازم انا اعمل او اركب حاجة اسمها بواط او بيسموه علب التفريع. البواط ده في كيلوته بمنطقة البساطة. انه هنا بيقدر ادخل واخرج منه الاسلاك الكهربية. يعني ادي داخل هنا مثلا وليكن داخل هنا يتجمع. الحم اللحمات بتاعتي جوه البواط. وفي الاخر اخرج زي ما انا عايز. عايز اعمل تفريعه هنا عشان اركب مفتاح. عايز اعمل تفريعه هنا اركب لمبة براحتك. انت حر. في الاخر انت عندك المجال مفتوح انك تتحرك فيه الاربع اتجاهات. طيب ده في الرمز الخطي في التنفيذي. بيكون عبارة عن مربع. المربع ده لو الخطوط كلها سليمة. يعني ما فيهاش تقريط. بعمله عبارة عن شرطة ونقطة. وده بيقى شكله احسن وشكله اشياء شوية. تمام? دايما للحمات لازم تكون جوه البوات بتاعي. يعني ما ينفعش ان حضرتك تلحم برا البوات. هتلحم. الحم جوه لايه? جوه البوات بتاعك. بعد كده بقى قلت لازم انا فرق ما بين كلمة اتصال دائم. وما بين كلمة اتصال مؤقت. النقطة صمرة معنا كده انا ده اسمه اتصال دائم. يعني انا عملت عملية لحام. جبت السلك ولفيته على سلك اخر. ولفيت عليه مشورية اللحام بتاعي. طيب لو اتصال مؤقت في الاتصال المؤقت بنقول ان احنا بيكون عندنا النقطتين بتوعي او النقطة بتاعتي اللي موجود اللي احنا بنتكلم عنها بتكون النقطة بيضة. مش مظللة. وده معناه ان انا هنا احط مصمار وهربط وافك وممكن اقدر اكرر العملية دي اكتر من مرة من غير ما اثر على عملية التوصيل بتاعتي. تمام? طيب نخش بقى على اجهزة القياس. وقبل ما نتكلم في اجهزة القياس. خلينا نقول مع بعضينا ان احنا لما اشتغلنا وتكلمنا على الرموز والمصطلحات لازم كويس جدا تبقى فاهم ازاي تتعامل معها. وانك تبقى فاهم ان مش هديك الاسم او المسمى. لأ هو هيديك الرمز الخطي. وانت حضرتك هتحوله من خطي الى تنفيذ. لكن انا بعرفك الاسم والوظيفة عشان حضرتك تبقى عارف ايه اللي انت عايزه من المفتاح او من العنصر اللي انت ركبته في الدايرة. وبالتالي تقدر تسفيد منه الاستفادة المؤسلة بتاعتك. تمام? احنا كده خلصنا او انتهينا من الرموز الكهربية نبدأ بقى ندخل على اجهزة القياس الكهربية المختلفة اللي احنا محتاجين نحطها في الدايرة بتاعتي. خلي بالك اجهزة القياس هي يعنيك اللي بتشوف فيها اللي بيحصل جوة الدايرة بتاعتك. يعني انا عايز اعرف الطيور عايز اعرف الجوت. عايز اعرف المقاومة. محتاج اعرف قيمة حد منهم موجود في الدايرة بتاعتي. فكل اللي انا بعمله بمنطقة البساطة. اني بحط الجهاز بتاعي فبي اسل القيمة بتاعتي. لكن خلي بالك ان كل جهاز ليه رمز وليه طريق التوصيل مختلف عن الجهاز الاخر. فعشان كده هنبدأ ندرسهم كلهم بالتفصيل ونعرف الفرق ما بين كل جهاز والاخر. نروح مع بعضين نشوف. اول جهاز عندي هو جهاز الفولتاميتر. اول جهاز مجهاز الايه? الفولتاميتر. وهتلاحظوا حضراتكم ان انا هنا لما بكتب لك العنوان بقول لك ان الجهاز الفولتاميتر ده مثلا يعني بيتوصل على التوازي مع الشبكة بتاعتك. يعني ايه بيتوصل على التوازي? هو في توازي وفي حاجة تانية? اه في توالي وفي توازي. كل جهاز فيهم لطريق التوصيل مختلفة. يمكن احنا قلنا الكلام ده او حضراتكم سمعتوه من اساساتكم في المدارس ان الفولتاميتر او الاميتر عبارة عن كلمتين فولت لحد هنا بس كده ودي وحدة القياس بتاعتي. اما كلمة ميتر فدي كلمة بالانجليش معناها بالعربي جهاز يبقى الجهاز اللي بيقيس عشان كده في الامبيروميتر او الاميتر احنا بنقول امبيروميتر. امبير عشان طيار وميتر يعني كلمة جهاز. وهكذا يبقى دايما خليك فاهم معايا كويس جدا ان هو هنا بيقولك ان الجهاز اللي احنا هنسميه هنسميه عبارة عن حاجتين. نص الكلمة الاولاني اللي هو الوحدة القياس فولت ميتر فولت او امبيرو ميتر يبقى امبير او واط ميتر والنص التاني اللي هو دايما معناها بالعربي كلمة جهاز. بانه اه بيتوصل على التوازي وهو بيقيس فرق الجهد اللي موجودنا بين النقطتين عندي. علشان كده انا بوصله على التوازي. يبقى الفلتامتر بيعمل ايه? هيقيس لي فرق الجهد ما بين نقطتين. عايز اعرف الفرق ما بينهم الاتنين دول بكام. وبالتالي لازم ان هنا توصله على التوازي ما ينفعش توصله على طرف واحد فقط لغير. طيب. شكله عامل ازاي في التوصيل المباشر. في التوصيل المباشر هنا بنقول ان ده بيكون الشكل بتاعي او الرمز بتاعي دايرة وجواها حرف الفي. زي ما حضرتكم شايفين ممكن بدل مرسم الدايرة وجواها حرف الفي. لا انا ممكن ارسمها كملف. يعني ايه هرسمها كملف? هتلاحظ حضرتك هنا ان الملف بتاع اللي هو المزلل ملف ولكن واقف رأسي. واقف اهو. شايفيني واقف ازاي? تمام. يبقى هنا انا وصلتها على التوازي. فين وصلت على التوازي اهو? على التوازي معناها ان انا خدت من الطرف الاولاني وخدت من الطرف التاني. طيب يا مصر بعد اذنك لو سمحت هل في فرق بين الاتنين? لا ابدا ما فيش فرق خالص. هو هنا في الرسمة الاولانية كان بيقول هنا معاه ان ده شكل الشاشة من برا. لكن انا هنا كنت دخلتك جوا الجهاز ووريتك الملف اللي مفروض ان هو بيقوم بهذه العملية. عشان كده قلت لك ان دايما وابدا هنكون متفقين على ان الجهد دايما بيكون ملف بتاعه رأسي. يعني بالبلد كده هيكون واقف معي. تمام? الجهاز التاني اسمه جهاز الامبيروميتر. او في ناس بتختصره وبتسميه جهاز الامبيروميتر. جهاز الامبيروميتر او جهاز الامبيروميتر بتاعي دايما وابدا يا شباب بنوصله على التوالي مع الشرك. ليه? لان احنا محتاجين ان احنا نقيس شدة الطيار اللي بيمر في الموصل بتاعي. وبالتالي لازم الطيار بتاعي يدخل ويمر جوه الجهاز. شايفين ماشي ازاي? طيب. الطيار لو ممرش جوه الجهاز ازا هنا انا مش اقدر ايسه. يبقى هنا اه لما انا قلت لحضرتك كلمة توالي وكلمة توازي. انا بقول بناء على وظيفة الجهاز. هو محطوط في الدايرة ليه? ومحتاج ان انا يعمل ايه او ايه المطلوب منه في الدايرة بتاعتي. الفولتاميتر بيقسلي فرق الجهد ما بين نقطتين. عندي نقطة ونقطة. انا عايزة اسمه بينهم فرق الجهد بتاعي. وبالتالي الجهاز لازم ان يكون كل طرف منهم على سلك من الاسلاك بتاعتي. عشان يقدر يقول لي خلي بالك الفرق ما بينهم مثلا يعني مثلا متين وعشرين فولت. يبقى انا هنا عرفت قيمة فرق الجهد ما بين نقطتين. لكن الاميتر لما انا كنت بوصله في الدايرة بتاعتي. فكنت بقول بمنطقة البساطة انه هيقسلي شدة الطيار اللي مر في المواصل. علشان كده انا كنت مسميه ايه يا شباب? كنت مسميه اميتر او امبيرو ميتر. طيب الامبيرو متر بتاعي اللي هيقسلي شدة الطيار ده. مش لازم ان الطيار يمرو جواه? اه لازم. عشان كده هنوصله على التوالي. تمام? طيب نفرقهم ازاي? هنقول دايما ان الجهد الملف بتاعه بيكون قايم واقف يعني رأسي. والطيار الملف بتاعه هيكون نايم يعني هنسميه افق. يبقى بالبلد كده نقدر نقول واحد فيهم هيكون قايم يعني واحد فيهم واقف. والتاني هيكون نايم اللي هو اللي هو ملف ملف الطيار. اللي انا قلته على فكرة في الاميتر وفلتاميتر. هينطبق كمان على اجهزة القياس كلها. يعني لو عندي جهاز في ملفات جهد او ملفات طيار. الكلام ده هينطبق عليهم برضو. مش نبقى فيه فرق ما بينهم. وبالتالي احنا هناخد قاعدة وانطبقها على كل الاجهزة اللي عندنا. ان الطيار بيكون افقي وانه الجهد بيكون رأسي. طيب يا مصر لو سمحت. لو انا رسمت دايرة وحطيت جواه حرف الايه? في مشكلة? لا مفيش مشكلة خالص. لكن انا كنت حابب ان ان ورقتك تكون مميزة. فتعرف المصر بتاعك تقول له خلي بالك. انا عارف الجهاز من جواه بيشتغل ازاي? وعارف كمان شكل الملف بتاعي اللي هو بيتكلم عنه اه الجهاز بتاعي. طيب. نرجع نكمل تاني. نقول ان هو في طرقتين من الرسم. ممكن ارسمه كملف افقي. او ممكن ارسمه كدايرة جواه حرف الايه? وفي الحالة دي يبقى انا هنا اتكلمت عن الجهاز بتاعي. طيب نروح مع بعدنا نشوف جهاز الفولتاميتر لو انا هوصله توصيل غير مباشر. يعني ايه توصيل غير مباشر يا شباب? كلمة توصيل غير مباشر معناها ان انا لما هاجي هوصله هوصله عن طريق محول جهد. شوفوا معي كده? اهو. عن طريق محول ايه? عن طريق محول جهد. محول الجهد بتاعي زي ما انتو حضراتكم كده شايفين بالشكل اللي قدامكم ده كده بيبدأ يخفض قيمة الجهد اللي موجود في الدايرة ويقللها بمعنى اصحة علشان يبدأ يغزيلي الدايرة بتاعتي بالجهد المنخفض اللي يقدر الجهاز يتحمله. علشان كده انا قلت ان الجهاز بتاعي متوصل بطريقة غير مباشرة. يعني فيه وسيط ما بين وما بين الدايرة الكهربائية. تمام? طيب هل ينطبق عليه الشكل اللي انا قلت المرة اللي فاتت يعني اقدر اعمله ملف رأسي? اه طبعا ما فيش مشكلة خالص. هترسم محاول الجهد بتاعك وهترسمه كملف رأسي عندك ما فيش مشكلة على الاطلاق. طيب يبقى انا هنا قلت غير مباشر يا شباب? قلت غير مباشر علشان خاطر عندي محول هو الوسيط اللي موجود بين جهاز القياس اللي هو الفولتاميتر وما بين اه الشبكة بتاعتي اللي هي اللي انا عايز ايس الجهد بتاعها. خلي بالكم ان احنا هنا في عملية القياس الغير مباشر لازم ان نكون عارفين عدد لفات الملف الابتلاقي والسناوي بتاع المحول عشان نقدر نعرف النسبة وبالتالي نقدر نحسب قيمة الجهد بتاعي. تمام? طيب. في حتة صغيرة بس كده عايزين نبص عليها ممكن احضرتكم لحظتوها معايا. ان انا هنا في الرمز بتاعي حاطت في الدايرة مصر. ليه? للحماية. المصر هنا موجود يا شباب. حطيته عشان يحمي لي محول للطيار. وبالتالي احمي الدايرة بتاعتي من اي مشاكل ممكن تتعرض لها. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن الفولتاميتر وعرفنا ازاي نوصله توصيل مباشر. وازاي هنوصله توصيل غير مباشر. طيب الجهاز اللي بعد اسمه ايه? تمام احسنتم برافو عليه. اسمه الامبيروميتر. او احنا بنسميه الاميتر مباشرة يعني نخسر الكلمة ونقول جهاز الاميتر. تمام? جهاز الاميتر لما هنيجي نوصله توصيل غير مباشر هنوصله برضه هيكون في وسيط. لكن الوسيط هنا هيكون محول طيار. اه. يعني انت عايز تقول كده حضرتك? اه. عايز اقول لك ان لما وصلت الفولتاميتر كنت اوصله بطريقة غير مباشرة كان لازم ان يكون موجود معايا محول جهد لانه هو هيقيس الجهد فمحتاج احط محول يخفض قيمة الجهد. وفي الحالة دي هتلاحظ زيما ان حجم الملفات بتاعت الجهد بتاع آآ الملف الابتدائي والملف السنوي بناك يكونوا متمثلين. ادى بعضيهم. يعني حجم الملف الابتدائي ادى حجم الملف السنوي. لكن لما جيت اقيس الطيار حطيت محول طيار في الدايرة. في الحالة دي بنقول ان دايما بيكون الملف اللي ابتدائي بيكون آآ ادخن او اسمك من الملف السنوي. وبالتالي هنا انا بقدر افرق ما بين المحولين اللي موجودين اللي انا هستخدمه. تمام? نرجع تاني نكمل. نقول ان انا هنا عندي الجهاز بتاعي اللي انا كنت بتكلم عنه. آآ اقدر اوصله توصيل غير مباشر. واقدر كمان ارسمه بالشكل العادي بتاعنا اللي هو دايلة جهاز حرف الايه? او ارسمه عبارة عن ملف افقي. تمام? عايزين منك حاجة اصعب شوية بقى. احنا كل اللي كنا بنتكلم في دا. كنت بنتكلم على دايرة وجه واحد. طيب لو كانت الدايرة بتاعتني سلاسية الاوجه. نعمل ايه? هنا بقى بيقول لي انه هو عايز او حابب انه يوصل تلات اجهزة اميتر. هيوصل كم جهاز? تلات اجهزة. التلاتة دول هيوصلهم في دايرة سلاسية الاوجه عن طريق تلاتة محول طيار. هيبقى الدايرة فيها كم حاجة دلوقتي? تلاتة اميتر. وفيها تلاتة محول طيار. وفيها كمان بيقيسوا شدة الطيار في دايرة سلاسية الاوجه. طيب نشتغلها ازاي او ننفسها ازاي? في الاول خالص هو هيديك رمز او دايرة خطية. بيقولك في الدايرة الخطية بتاعتك ان دي الشبكة بتاعتي. والشبكة هنا هتلاحظوا حضراتكم ان بيمر الملف الابتدائي جزء من الدايرة. شايفين النص دايرة دي كده? دي بتمثل ملف الابتدائي في محول الطيار. تمام? عرفتها منين سلاسية الاوجه? لان انا عندي هنا كم طرف اهم. تلاتة واحد اتنين تلاتة. بعد كده الملف السنوي نازل منه كم طرف? هنا بيقول لي ستة اطراف. ستة اسلاك. آآ نزلين عندي من محولات الطيار. اللي هما تلات محولات الطيار. طيب. عندي هنا مين? الاميتر. الاميتر بتاعي. هو واحد بس? لا هو حط رمز الاميتر. لكن قال لي في الاخر من هما كم جهاز? ان هما تلات اجهزة اميتر. هنا بس سؤال بعد اذنك لو سمحت? انت عرفت منين المحول ده? هيكون عبارة عن تلات محولات طيار واجه واحد. ليه ما تقولش اتنين? ليه ما تقولش واحد? لان دايما كل ملف او كل محول بيكون خارج منه كم طرف? طرفين. وبالتالي الطرفين اللي خارجين معايا او اللي عندي لما اضرب آآ اتنين في تلاتة هديني بستة اللي هو عدد الاسلاك اللي موجود قدام حضراتكم ده. يبقى انا هنا حتى لو ما اذكرش عدد الاسلاك اللي نازل عندي او عدد المحولات الوجه الواحد انا اقدر من الاسلاك اقول له انا عندي كام محاولة. وهو غالبا غالبا يعني يا اما بيديني دايرة فيها ستة اسلاك يعني تلات محاولات. يا اما بيديني دايرة فيها اربع اسلاك يعني محاولين اتنين فقط. تمام? عايزين بقى نعرف الفارق ما بين الاتنين. وازاي بنتعامل او ازاي بنوصل الاتنين اللي احنا بنتكلم عنه. طيب ازا كانت دي دايرة الخطية بتاعتك اللي انت بتتكلم عنها. عايزين نشوف ازاي او نقدر نحاول ها ازاي من خطي الى تنفيذي. بصوا معايا كده. مش ويش خالص. انا هنا في الاول برسم الشبكة بتاعتي. الار والاس والتي والتلات اه اسلاك او التلات خطوط بيبدأوا مع بعضيهم وينتهوا مع بعضيهم. وكمان مش كده وبس. ده انا كمان عندي ايه يا شباب? ها? المسافة بينهم متساوية. برافو عليكم. عشان اقدر ااخد شكل مثالي وشكل كويس. لان عندي تلات محولات طيار فبدأت اركب محول طيار زي ما قلت لك ان الملف اللي ابتدائي جزء من الداير. بص معايا كده شايف? اهو. الخط بيمر جواه. وده اللي قالوا هنا في الرمز الخطي. شايفين معايا كده? اهو. شايف النص دايرة دي? النص دايرة دي معناها اللي برا دي كده. معناها ان ده الملف الايه اللي ابتدائي. يبقى دايما وابدا انا برسم الطيار بقى خلي الطيار بيمر داخل الملف الابتدائي بتاعي. طيب. الملف السنوي بيكون لي كم طرف? بيكون لي طرفي. واحد منهم طيار والتاني بيكون ارضي. باعمل نفس الكلام ده في الثلاث اسلاك او الثلاث خطوط. بركب عليهم ثلاث محولات طيار. لان الطيار دايما بدايته طيار ونهايته ارضي. فاول حاجة بعملها بقفل الثلاث نهايات مع بعضيهم. واوصلهم واعمل لهم علامة الارض اللي انا اعملها دولنا حضراتكم دي دلوقتي. تمام? يتفضل عندي كان بداية ثلاث بدايات. انا حطت الاجهزة بتاعتي بالترتيب. ادي الجهاز الاول. التاني. التالت. كل اللي انت بتعمله انه كل محول طيار يدي البداية بتاعته للجهاز اللي موجود تحته. يبقى الاول مع الاول. والتاني مع التاني. والتالت مع التالت. يبقى انا هنا اديت محولات الطيار بتاعتي. الطرف التاني منها اديتوا الاجهزة القياس. طيب اجهزة القياس لسه فيها طرف تاني. كل جهاز لسه فيه طرف ما توصلش. اعمل في ايه? هاخد الطرف التاني من كل جهاز. واجمعهم مع بعضيهم. ووصلهم برضو على الارض اللي موجود معايا قدام حضراتكم دلوقتي. يبقى احنا هنا دلوقتي. بنقول ان الجهاز بتاعي اللي انا او التلات اجهزة عشان اقدر اوصلهم على محول طيار سلاسي الاوجه. او تلات محولات طيار واجه واحد. باخد التلات نهايات بوصلهم على الارض من محول الطيار. وباخد التلات نهايات من الاجهزة ووصلهم على الارض. بوصل بداية المحول الاولاني مع بداية المحول اه مع بداية الجهاز الاولاني. والمحول التاني مع الجهاز التاني. والمحول التالت مع الجهاز التاعت وبكده يبقى انا قدرت اكمل الدايرة الكهربية بتاعت الاجهزة. هنا الاجهزة كل جهاز فيهم هيبدأ يقسلي قيمة الطيار اللي بيمر في خط من الخطوط. يعني كل جهاز هيبقى ياخد اسم او مسمى الخط اللي هو بيقس شدة الطيار بتاعته. تمام كده? طيب. لو كان اه اربع اسلاك. يعني لو هو في الدارة الخطية زي ما هنشوف كده مع بعضنا دلوقتي كده. قال لي لا انا عايزك ترسم لي نفس الدايرة ولكن غير فيها وقال لي ان محاول الطيار نازل منه كام? نازل منه اربع اسلاك. في الحالة دي بنعمل ايه يا شباب? في الحالة دي احنا بنرسم الشبكة بتاعتنا عادي جدا ما فيش مشكلة. وبرضو بنرسم محاولات الطيار برضو ما فيش مشكلة خالص. تمام? طيب ما تورينا لو سمحت عايزين نشوف بعد اذنك لو سمحت. الكلام ده حضرتك هتعمله ازاي? انا قلت هنا ان انا عندي الشبكة بتاعتي. بصوا معي يا شباب. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. اللي هم بيمثلوا مين? الار والاس والتين. يبقى دي كده بيمثل الشبكة بتاعتي شبكة الكهرباء اللي موجودة معايا اللي انا هشتغل بها او اللي انا هشتغل عليها. انا بركب هنا لانه هي قلي اربعة فده معناها ان اربع اسلاك خارجين من محاولين اتنين بس. وبالتالي في محاول مش هيبقى موجود. هي دي المشكلة اللي احنا هنعرف نحلها ازاي مع بعضين. طيب ما فيش مشكلة. آآ ورينها هتعمل ايه? هحط الاول محاول الاولاني والي يكن على اول خط. ما يفرقش معي على فكرة. ممكن هحطه على اي خط. والي يكن هحط اول محاول. كويس. ادي الملف الابتدائي تخين. لحظين معي شكل تخين ازاي? وتحتيه الملف السنوي بتاعي بيكون نفس الطول ولكن بيكون رفيع شوية. يبقى الملف الابتدائي تخين والملف السنوي بيكون رفيع. تمام? مش تحتيه بقى لأ بعده بشوية. بلاش تلزق فيه عشان الاسلاك ما تدخلش منك في بعضيها وتتقاطع. بعضيه بشوية هعمل المحاول التاني. ادي الملف الابتدائي اهو. شايفيني حضرات? ده الملف الابتدائي بتاعي. وهنا تحتيه نفس الطول. ولكن رفيع. ولكن ايه? رفيع. طيب بص معايا كده. اللي ابتدائي بنقولها كده بالبلد كده بلغة الصناعية يقولك ايه ده ده ميت. يعني ايه ميت? مش هوصل عليه حاجة. خلاص هو متوسط اصلا مع الخط بتاع الشبكة. وانا مش هوصل عليه. وبالتالي انا لما اجرسم اجهزة القياس او اوصلها مش هبص خالص على المحاول الابتدائي ولا الملف الابتدائي في ناحية تاين. لكن اللي هشتغل عليه هو مين هو الملف السنوي. ده بيخرج منه كم طرف? ادي طرف. ادي اتنين. اعمل الاولان طويل والتاني قصير. وده يخرج منه كم طرف? برضو اتنين. اه دي طرف وادي اتنين. كده في مشكلة? ديني كده تمام? اه ديني كده تمام. طيب عندك كم محاول طيار او كم اميتر? عندي ادي اميتر. عندي اميتر كمان. عندي اميتر كمان. كده كويس? يبقى هنا عندي كم اميتر? عندي ثلاثة اجهزة اميتر. الثلاثة اجهزة اميتر اللي انتو شايفينهم دول. احنا لما كان عندنا ثلاثة محاولات طيار فكانت القصة سهلة. يعني ايه? كنا بنجي واخديني النهاية دي. مع النهاية دي كده. ولياكل مسلا. وننزل بيها ونقول ان دي الار دي بتاعي. صح كده? فكانت القصة سهلة بالنسبة لي وانا عارف انا بعمل فائل. لكن المشكلة لما جيت اعمل كده لقيت ان انا عندي اتنين محول طيار فقط لغير. التالتة هحل المشكلة بتاعته ازاي? اهو. كل اللي انا هعمله هوصل اه اول محول طيار مع اول جهاز. مع اول اميتر. كويس? ووصل تاني محول طيار مع الجهاز التاني. كده تمام? يبقى انا كده اخلص من اين? من جهازين. لسه يا مصر في مشكلة. فين المشكلة? المشكلة اللي عندي? ان ده ملوش محول فوق. هنوصله ازاي? سهلة جدا. بصت الحركة دي كده. ناخد الطرف التاني ده. مش ده كنا بناخده. هو وده. بناخدهم مع بعضيهم الاتنين. ونقفلهم على بعض. ونوصلهم على الارض. اه فعلا كنا بنعمل كده. لا معاليش استانا شوي. هتعمل ايه? اطلع الاول ادي للاميتر التالت للجهاز التالت. يبقى الخارجي من الاتنين دول يتجمع ودخلوا على الجهاز التالت. ومن الجهاز التالت اطلع ادي للارض بتاعت. شفت احنا حالينا المشكلة ازاي? يبقى كانت عندي مشكلة ان ده ملوش محول طيار. وفي نفس الوقت عايزينه يشتغل. فنشغله ازاي? حطينا الاتنين دول مع بعضيهم. وصلناهم على المحولين. ونحول التالت عشان مش موجود. فحطينا التالت. وخدنا الخارجي بتاع المحولين. الاتنين دول. ودخلناه على الاميتر التالت. وخرجنا منه وراحنا رايحين على الارضي بتاعي. يبقى انا هنا اقدر اتغلب على مشكلة ان يكون عندي اربع اسلاك فقط لا غير. يعني محولين اتنين بس. بالرغم ان انا عندي في الدارة اعتكام جهاز عندي تلات اجهزة قياس. تمام? يبقى احنا كده عرفنا ازاي نوصل اميتر وجه واحد في دائرة ثلاثية الاوجر. في دائرة ثلاثية الايه? الاوجر. طيب. نرجع نبص مع بعضين هنلاقي ان هو ده اللي قاله بالزبط. قال انه هيستخدم محول طيار او اتنين محول طيار وجه واحد. ويوصلهم. ونفذ الكلام ده زي ما احنا عملناه دلوقتي مع بعضنا بالزبط اهو دخل الاولاني دخل عليه اول محول طيار والتاني نفس الكلام. جمع الخارج بتاع الاتنين وراح مدخله على الجهاز التالت ومنه راح الى علامة الارض. يبقى انا هنا قدرت اوصل جهاز الاميتر بطريقتين. وعرفت ازاي تغلب علم المشكلة اللي كانت موجودة معي. طيب. اه عايزين منك بقى حاجة تانية بقى. عايزين الفولتاميتر. ازاي تتعامل مع الفولتاميتر? الفولتاميتر هنا لانه هما هيكونوا تلاتة. وبرضا هوصلهم عن طريق محول جهد. فكل اللي انا هعمله ان خارج عندي من الملفات بتاعتي تلات اسلاك. بسيطة جدا. اه لو سمحتوا بصوا معي هنا كده. هنشوف مع بعضين هنحلها ازاي? انا عندي واللي اكون عندي ادي الطرف الاولاني. الطرف التاني. الطرف التالت. دول اللي خارجين من اين يا شباب? دول اللي خارجين من محول الجهد بتاعي. مزبوط كده? كل اللي انت هتعمله انك هتيج ما بين واحد واتنيه? وتوصل اول جهاز. يبقى ده الفولتاميتر رقم واحد. ما بين اتنين وتلاتة ما بين اتنين وتلاتة هتوصل الجهاز التاني. فانا كده وصلت كم جهاز لحد دوقتي اتنين? ده بيقسم بين واحد واتنين. ده بيقسم بين اتنين وتلاتة. واللي يكون دول اللي هما مين? ار واس وتين. طيب الجهاز التالت يركب فين? ابدأ اركبه هنا انا كده واقول له ايه? انت بقى هتيسمى بين مين ومينها ما بين واحد وتلاتة. يبقى الجهاز الاولاني بيقسم بين الار والاس. الجهاز التاني بيقسم بين الاس والتي. الجهاز التالي بيقسم بين الار والتي. وفي الحالة دي حضرات انا هنا قدرت اتغلب على المشكلة بتاعتي. وقدرت اوصل التلات اجهزة بطريقة مباشرة. معايا لو سمحتوا. نرجع ونكمل ونقول ان احنا ممكن نوصل جهاز واحد بس عن طريق مفتاح اسمه مفتاح قلاب. والمفتاح القلاب يا شباب في كيروتوب منطقة البساطة عامل زي مفتاح الصراعات بتاع المروحة بالزبط. بياخد الخارج اللي خارج من اه المحول اللي هما التلات اطراف. وابدأ ادخلهم على المفتاح بتاعي. لاحظوا معي حاجة كده. ادي عندي هنا طرفين. ودي هنا طرفين تحت. ودي طرفين في الجنب ده يبقى كده كبير ست. الست نقاط دول. انا بوصل كل اتنين مع بعضيهم وياخدوا خط من الخطوط التلاتة اللي جايين عندي. يبقى ادي الستة على اتنين فيها التلاتة. كويس? عندي بقى المفتاح نفسه ليشة. يعني لي بقرة كده بابدأ اتحرك ما بين واحد واثنين او ما بين اتنين وتلاتة. ايا كان الوجهين اللي انا عايزة اسمه بينهم. عشان اعمل الكلام ده او عشان ايس الكلام ده حضرات هتلاحظوا معي في الريشة شكلها كده اه مش كلها مظللة ولا كلها بيطة. ازاي? من اول نقطة الاتصال لحد القوس ده كده لحد النقطة دي كده ده مظلل. وده عندنا في الكهربا بنقول ان الحتة دي قطعة معدنية عشان يوصل الطيار من النقطة دي الى الريشة دي. نفس الكلام. الناحية التانية برضو من اول نقطة الاتصال لحد القوس بتاعي اللي انا باخد منه طرف ووصله على الفولتاميتر بيكون مظلل. يبقى معنا كده ان الحتة دي مظللة والحتة دي مظللة. طيب النقطتين اللي في النص او الجزء اللي في النص ده الاوسط ده بيكون ايه? ده بيكون ابيض مش مظلل. ليه بتعمله ابيض مش مظلل? لان بمنطقة البساطة انا لو ظللته هيبدأ هنا يقول لي ان الجهاز بتاعي او ان الحتة دي كلها اصبحت معدن وبالتالي هتبدأ تمرر عندي الطيار بتاعي. يبقى احنا هنا حلينا المشكلة وبدل ما كنت بستخدم تلاتة فولتاميتر. لا انا بستخدم فولتاميتر واحد بس وبشتغل عليه. في حتة بس صغيرة عايز اقولها لكم ان اه لو حضرتكم تلاحظوا شكل المفتاح او شكل المحول التقليدي اللي موجود معاكم شايفينه حضرتكم? الشكل التقليدي ده اللي احنا بنتكلم عنه هنا عبارة عن بيكون عندي ملفين في الابتدائي وعندي ملفين في السنوي. وبيخرج منه تلات اطراف ويمكن دي كان اه كان موجود زمان. لكن دلوقتي بقى بيشتغلوا بنظام مختلف شوية بقى بيعمل اه بدل ما يعمل ملفين بس في الدخول والخروج? لا بيعمل تلاتة في الدخول وتلاتة في الخروج وبيحولهم الى توصيل اللي اسمها توصيلة طيب هنشوف الشكل ده نعمله ازاي? نشوفه مع بعضينا. انا هفترض معاكم ان عندي الشبكة بتاعتي ادي واحد وادي اتنين وادي لاين تلاتة. مع بعض كده ادي اول نقطة هي. وادي النقطة التانية. وادي النقطة التالدة. يبقى دول كده الايه? التلات اسلاك. اللي هم جايين اصلا من شبكة اللي هم بنسميهم الار والاس والتي. او في ناس تانية بتحب بتسميهم لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة. التلات اسلاك دول اللي انا اخدتهم بابدأ اركب عليهم محول طيار. ازاي? في الاول بحط مصهر على كل خط للحماية. وادي على الخط التاني. وادي على الخط التالت. يبقى انا هنحطيت مصهرات للايه? حطيت مصهرات للحماية. ثم بعد ذلك دايما وابدا بيبقى موصل حولات الجهد النجمة. فهنقفل دول على بعضيهم. وهنخلي الملفات دي متوصلة مع بعضيها نجمة. يبقى ايدي الملفات الابتدائية? اصبح عندي كامها? اصبح عندي تلات ملفات ابتدائية. طيب. نرجع تاني ونقول اهو ايدي الملف بتاعي اه موجود مع حضراتكم اهو. ملف. اتنين. تلاتة. يبقى انا عندي هنا تلاتة ابتدائية وعندي تلاتة سانوية. تلاتة ابتدائية وتلاتة سانوية بدل ما كنت باستخدم اتنين. هل دي فيها ميزة? او طبعا. ميزة ان انه يكون عندي تلات ملفات ودي حاجة هتاخدوها ان شاء الله في سنة تلتة في حاجة اسمها التوافقيات. التوافقيات دي بتبقى عاملة زي شوشرة موجودة في الطيار. فوجود النجمة او وجود التلات ملفات بيكون افضل بالنسبالي. وبالتالي اقدر احصل على موجة نقية للطيار. تمام? نرجع للموضوعنا تاني. اه ونقول مع بعضينا ان انا خارج مني عندي طرف اتنين تلاتة. بدخلهم على المفتاح بتاعي. ادي نقطتين. ادي نقطتين. وكده اربعة. وادي نقطتين كمان يبقوا كام? يبقوا ستة. نقفل الاتنين دول مع بعض. ونقفل الاتنين دول مع بعض. ونقفل الاتنين دول مع بعض. يبقى الست نقاط تحولوا الى تلات مجموعات. تمام? المجموعة الاولى تاخد اول طرف. المجموعة التانية تاخد الطرف التاني. والمجموعة التالتة تاخد الطرف التالت. كويس? عندي هنا القسين. ما بين القسين عندي نقطة. والريشة بتاعتي اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه. هنا مظلل. وهنا مظلل. والريشتين دول او القصين دول باخد منهم الاطراف واوصلهم على جهاز الفولتاميتر بتاعي. تمام? يبقى اللي احنا غيرنا هنا مين شكل المحول بتاعي حولناه الى محول عبارة عن تلات ملف فال. نرجع مع بعضينا نقول النهاردة ان احنا اشتغلنا اه الرموز الكهربية والمصالحات الكهربية وعرفنا اشكال المفاتيح والبريزة اشكال المصابيح البواط وشكل الطيارة المتردد وشكل الطيارة المستمر. دخلنا على اجهزة القياس. وعرفنا مع بعضينا ازاي نتعامل مع اجهزة القياس المختلفة. وقدرنا اه نرسم الجهاز او نوصله بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. وبالتالي ادرنا نرسم شكل الجهاز بتاعنا في الحالتين. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة